الكلام الحسن استخدمه مع الناس المجروحين الناس المجروحين عايزين سفنجة ناعمة فيها ماء عايزين سفرطول عايزين كلمة لطيفة ترطب جراحهم قديس يحنى زهبيل فان بقى يا حبائي بيقول كلام جميل جدا بيقول ايه اوصيكم ان تكونوا طيبين مع الذين خرجوا عنكم اللي هم يعني زي اهل البدع او اي ناس ما بيحبوناش اوصيكم ان تكونوا طيبين مع الذين خرجوا عنكم قاربوهم بكلام لطيف يعني اللي بعيد عنك ده قلوا كلام لطيف قلوا كلام حسن فالكلام الحسن شهد عسن قلو للنفس وشفاء للعظام فبيقول ايه القديس يحنى زهبيل فان الجراح الساخنة تخشى مرور اليد عليها لما يكون في حرق او جرح صعب مش ممكن تحط ايدك عليها تخشى مرور اليد عليها لذا يستخدم الاطباء سفنجة ناعمة اللي هي اليومين دول يعني حاجة زي السفراتول والحاجات دي سفنجة ناعمة لغسل مثل هذه الجراح هي نفوس مجروحة مسمومة مهمة لنتشبه باللذي يستخدم لها سفنجة ناعمة مبلولة بالماء الصافي يعني لما يكون قدامك واحد مجروح واحد محروق ما تستخدمش اليد إنه ما استخدم الاسفنجة الناعمة اللي مليانة بالماء الصافي اللي هي الكلمة الطيبة اوصيكم أن تكونوا طيبين مع الذين خرجوا عنكم قاربوهم بكلام لطيف فالجراح الساخنة تخشى مرور اليد عليها لذلك يستخدم الأطباء سفنجة ناعمة لغسل مثل هذه الجراح هي نفوس مجروحة ماء لنتشبه باللذي يستخدم لها سفنجة ناعمة مبلولة بالماء الصافي أيقوب أيقابلون عنايتكم بالإيهانات وبالقربات مهما فعل أنت أيها الأخ الحبيب لا تتخلى عن هدف علاجك لهم إنه سبب آخر لمزيد من الشفقة عليهم كلام جميل أوي يا أحباب كلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام الكلام الحسن استخدمه مع الناس المجروحين الناس المجروحين عايزين سفنجة ناعمة فيها ماء عايزين سفراتون عايزين كلمة لطيفة ترطب جراحهم زي ما بيقول القديس يحنى زهبي الفم قاربوهم بكلام لطيف قدست البابا شنودة لنحروحه كان بيقول إيه الذي لا تستطيع أن تعطيه معونة قدم له كلمة طيبة وابتسامة لطيفة ومجاملة حقا وقم بواجبك نحوه كاملا دون تقصير تاني الذي لا تستطيع أن تعطيه معونة قدم له كلمة طيبة وابتسامة لطيفة ومجاملة حقا وقم بواجبك نحو الكل دون تقصير الكلام الحسن شهب عسل خلو للنفس وشفاء للعظام